تحت عنوان المرأة شريك جدير في بناء الدولة تحت في المملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية والمتزامن مع مروري 23 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة كصرح وطني معني بمتابعة تقدم المرأة البحرينية وتحظى المرأة البحرينية بدعم مستمر من لدن جلالة الملك المعظم ومتابعة حثيثة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعناية خاصة من قارنة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ما جعل المرأة البحرينية نموذجا مشرفا في العطاء والتميز وشريك فاعل في بناء المملكة إن الدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله بات يتجلى اليوم بوضوح من خلال تنامي مشاركاتها في العمل السياسي وصناعة القرار وإسهاماتها الفاعلة ضمن مسارات التنمية الوطنية الشاملة التي تشهدها المملكة في العهد الإصلاحي الزاهر لجلالته حيث استطاعت المرأة البحرينية أن تتصدر المشهد وتعتل المنصات المحلية والدولية لتمثل مملكة البحرين خير تمثيل وتترك بصماتها في المجالات كافة وبمناسبة احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم فنحن هنا نقف أمام محطات مهمة وتاريخية وشواهد عديدة تجسد دعم جلالة الملك المعظم لجميع مراحل تطور المرأة البحرينية بدءا من تأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم غصولا إلى تقدمها اليوم في المجالات كافة حيث جاء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم ليمثل نقلة نوعية في تمكين المرأة مرتكزا على تعزيز المناخ الديمقراطي وتحسين الأداء الاقتصادي وتطوير التنمية البشرية ومؤسسات المجتمع المدني وسار بخطة حثيثة نحو الدفع قدما بالقبول المجتمعي بمشروعية حق المرأة في تنمية ذاتها وتعظيم قدرتها ممهدا بذلك الطريق أمام تحقيق الهدف الأسمى وهو دمج المرأة في التنمية باعتبارها تمثل نصف المجتمع فيما مثلت رؤية جلالة الملك المعظم الإصلاحية المنطلقة الأول لإكساب المرأة حقوقها فقد مثلت مع مبادئ الميثاق الوطني ومواد الدستور الركائز الأساسية لتثبيت هذه الحقوق وأسست لدورها الإصلاحي والتنموي وذلك انطلاقا من إيمان جلالته المطلق بأن المرأة هي شريك أساسي في تحقيق تقدم الوطن وذلك بما يتلاسب مع مكانتها الاجتماعية وما تتمتع به من كفاءة وقدرات تؤهلها لتقوم بأدوارها المجتمعية وهذا ما سعت إليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بل ووضعته في سلم أولوياتها من خلال تنفيذ وإقرار الموازنات والاستراتيجيات التي تمكن المرأة من القيام بمسؤولياتها الوطنية الرفيعة وتوليها المناصب القيادية ضمن مجالات عمل الحكومة هذا ويواصل المجلس الأعلى للمرأة مساعيه لتقدم المرأة البحرينية وإدماجها فيما يدين العمل الوطني كافة وفي عملية التنمية عبر الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية لتحقيق المزيد من التقدم لمكانة المرأة البحرينية لتبقى مسيرته المباركة شاهدة على مسيرة نجاح المرأة البحرينية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة